اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وهذه التغطية العاجلة ولكن هذه المرة سوف نتحدث مع حضرتكم في الشأن الداخلية تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عمال انشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي بمناطق وحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيدة وذلك وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهل مجددا تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة عمال انشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي بمناطق وحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهل وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمن من طرق ومحاور وكباري فضلا عن مشروع المازا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة أيضا إلى مقصد ترفيهي عديث ومتكامل الخبنات وهرس الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية وذلك لمناقشة العاملين والمسؤولين في مواقع العمل بالتأكيد بالشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية خاصة على كبرية تقاطع منطقة زهراء المعادي زي ما احنا شايفين ما حضرتكم في هذه الصور بنستعرضها ما حضرتكم الآن على الشاشة صور لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الجولة التفقدية وأثناء مناقشة للعاملين والمسؤولين موجها بسرعة انتهاء الأعمال قبل حلول شهر رمضان المعظم يعني دعوني أذكر حضرتكم بأنه بيربط محور حسب الكفراوي الطريق الدائري جنوب محور المشير تنطول بمنطقة المعادي كما يربط بينها خمسة طرق أيضا وهي الأصمرات والأطامية والدائري والأوتستراد والمعادي ويربط على محور حي الأصمرات من الطريق الدائري حتى طريق الأوتستراد بالمعادي بطول ستة كيلو متر ويشمع إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء أيضا يعني طرق جديدة بطول ثلاثة كيلو مترات وتطوير طرق قائمة بطول اثنين كيلو متر وجاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يوم الحادي عشر من أغسطس الماضي جاء توجيه الرئيس يوم الحادي عشر من أغسطس الماضي بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد والذي يحمل اسم المهندس حسب الكفراوي الذي بيربط هذا الطريق الدائري جنوب محور المشير تنطول بمنطقة المعادي وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر الماضي أعمال إنشاء محور حسب الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة ومنطقة المعادي مرورا بكبري أعلى الطريق الدائري وكبري أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية التغطية وكنا خصصنا عن كل التفاصيل الخاصة لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة لأعمال إنشاء محور حسب الكفراوي شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء